موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا مشاهدي الفضائية العراقية التربوية أعزائنا طلبة الصف الرابع لألمي نلتقيكم في درس جديد من دروس التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد فيما يخص أسئلة اختبارات الفصل الدراسة الثاني الأسبوع التاسع لمادة الأحياء وحسب المنهج المكيف ننتقل إلى الأسئلة لهذا الأسبوع السؤال الأول علل ما يأتي أولاً تكون التغيرات في نباتات وحيوانات البيئة المائية قليلة الجواب لأن الوسط المائي يكون داع شروط تكاد تكون ثابتة بدرجة كبيرة أعزائنا طلبة الصف الرابع نحن أخذنا بالمراحل السابقة وبالفصول السابقة أنه البيئة تقسم إلى قسمين البيئة المائية وبيئة اليابسة البيئة المائية تكون شروطها تكون ثابتة أكثر ثابتاً من بيئة اليابسة لذلك تكون هذه التغيرات البيئية قليلة جداً بالنسبة إلى حيوانات التي تعيش في البيئة المائية ننتقل إلى التعليل الثاني التعليل الثاني تظهر شروط البيئة بيئة اليابسة تنوعاً واسعاً جواب لأن بيئة اليابسة تكون ذات شروط متباينة بدرجة كبيرة أكثر تباين من البيئة المائية التعليل الثالث أحياناً قد تتكيس الأميبة الأميبة من الحيوانات أو من الطليعيات التي تعيش في البيئة المائية في بعض درجات الحرارة العالية عندما تواجه الجفاف تتكيس الأميبة للحفاظ على جسمها الجواب عند تأرضها لظروف جفاف مفاجئة بهذا الأسلوب تستطيع أن تحتفظ الأميبة برطوبتها لحين تحسن الظروف تعليل الرابع تتحرك الأفعى حركة تموجية وذلك بسبب مرونة جسمها وقوة أضلاتها بالإضافة إلى امتلاكها لأدد كبير من الأضلاء السائبة هذه الأضلاء تتمبصل مع الفقرات من الناحية البطنية في الأفاعي والحيات ينعدم أظم القص في هذه الكائنات الحية ننتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني قارن من حيث التكيفات بين النباتات الماغية المغمورة أو الطافية وبين نباتات المناطق الجافة كلتا النباتين أو كلتا هاتين النباتات تعيش في بيئات مختلفة تماماً عن البيئة التي تعيش فيها النوع الثاني من النباتات ننتقل إلى المقارنة المقارنة أولا النباتات المائية ثانيا نباتات البيئة الجافة البشرة تكون عديمة الكيوتكل مما يساعد على امتصاص الغازات والمواد الأولية من الماء مباشرة الجذور تغتزل بدرجة كبيرة كونها لا تحتاج استطالة أو نمو بغية الحصول على الماء فهو متوفر بشكل يلبي الحاجة بصورة متكاملة سيقان النباتات المائية تكون طويلة وذات جهاز وقائي ضعيف التكوين المساحة السطحية للقشرة أكبر من المساحة السطحية للأسطوان الوقائية أوراق النباتات المائية بشكل عام تكون صغيرة الحجم أو مختزلة اختزالا كبيرا بينما على الأكس من ذلك تكون أنسجة التويل هذه النباتات جيدة التكوين داخل الأوراق والسيقان بالنسبة إلى نباتات المناطق الجافة نباتات المناطق الجافة تمتلك تكيفات تركيبية تأمل على تقليل كمية الماء الذي تفقده في عملية النتح هذه التكيفات التركيبية تتمثل أولا اختزال سطح الأوراق والسيقان امتلاك طبقة كيوتيكل سميكة تغلف الأوراق والسيقان والتي بالإضافة إلى ذلك تمنع التبخر الجذور فيها تكون سطحية بغية الحصول على ماء المطر القليل الذي تقوم بعض النباتات بخزنه في أنسجة جسمها وذلك لمقاومة أملية الجفاف هذه أبرز نقاط الاختلاف بين نباتات البيئة المائية أو النباتات الطافية والنباتات الجافة ننتقل إلى السؤال الثالث السؤال الثالث أدد أنواع المناقير في الطيور تبعا إلى طريقة التغذية أعزائنا طلبة الصف الرابع المناقير في الطيور تختلف في أشكالها تختلف في تركيبها تختلف في تكوينها وذلك تبعا إلى طريقة التغذية التي تقوم بها هذه الطيور فمثلاً لا على الحصر نكتفي بالأمثلة التالية أولاً الطيور التي تتغذى على الحبوب التي تلتقطها من الأرض مثل الحمام، الأصافير، والدجاج يكون شكل المنقار قصير ومدبب ثانياً الطيور التي تتغذى على الحشرات فتكون مناقيرها رفيعة ومدببة مثل الهدهد ثالثاً الطيور المائية التي تتغذى على الأسماك تكون أما لها مناقير أريضة ومفلطحة مثل البطوة الوز أو تكون رفيعة ومدببة مثل اللقلق بالإضافة إلى طير مالك الحزين وقد يوجد كيز جلدي أسفل المنقار كما في طيور البجأ رابعاً الطيور الجارحة مثل النسر أو الصقر تكون مناقيرها مدببة ومنحنية نحو الأسفل هذه بالنسبة إلى تغيرات أو تكيفات المناقير بالنسبة إلى أنواع الطيور وحسب طريقة التغيير ننتقل إلى السؤال الرابع السؤال الرابع ما أنواع الحركة في الحيوانات؟ أعطي أمثلة لكل نوع عزيزي الطالب الصف الرابع العلمي أنواع الحركة في الحيوانات تختلف طبعاً إلى طبيعة تكوين جسم الحيوان بالإضافة إلى الوظيفة أو بالإضافة إلى الغداء والبيئة التي يوجد فيها هذا الحيوان نأخذ الأمثلة التالية أولاً الزحف مثل الأفاعي ثانياً المشي والركض والتي تشمل الحيوانات التالية الخيول الجمال الحمير بالإضافة إلى الغزلان وهذه جميعها تنتمي إلى مجموعة من الحيوانات تسمى باسم الظلفيات ثالثاً السباحة والتي تشمل الأسماك بالإضافة إلى البرمائيات التي تقضي طوراً من حياتها أو تقضي شطراً من حياتها في البيئة المائية ثالثاً الزواحف ثلاثة الأفو رابعاً الطيور خامساً الحيتان هذه الحيوانات جميعها تستطيع السباحة رابعاً الطيران مثل الطيور ننتقل إلى السؤال الخامس السؤال الخامس ما هي تكيفات أرجل الطيور لتلائم البيئة التي تعيش فيها في السؤال الثالث تناولنا تكيفات المناقير مناقير الطيور بالنسبة إلى البيئة التي تعيش فيها وبالنسبة إلى طبيعة المواد الغذائية التي تقوم هذه الطيور بالتغذية عليها الآن نتناول بالسؤال الخامس تكيفات أرجل الطيور لتلائم البيئة التي تعيش فيها أولا بعض الطيور تكون أرجلها مصممة للركض أو الجري هذه الطيور تتميز بكون أجسامها ثقيلة ولا تستطيع الطيران مثل النعام فتتميز أرجل النعام بكون الأرجل طويلة وقوية كذلك تكون ذات أصبعين قصيرين تحتوي الأقدام على وسائل لينة والتي يرتكز عليها الطائر أثناء المشي أو السير أو الركض ثانيا الطيور السابحة والتي تشمل جميع أنواع الطيور المائية مثل البط، الوز، الاغذاري هذه الطيور تكون أرجلها قصيرة تمتلك أربعة أصابع ثلاثة من هذه الأصابع تكون نحو الأمام وتكون صفاقية أي أنها تكون مرتبطة بغشاء جلدي رقيق هذا الغشاء الجلدي الرقيق يساعدها على دفء الماء أثناء عملية السباحة أو الحركة في الماء نكمل الرابع، الأصبع الرابع يتجه نحو الخلف ثالثا الطيور الجارحة والتي تشمل جميع الطيور الجارحة مثل النسر والصقر والتي تكون ذات أصابع مقوسة وذات مخالب حادة تستعملها لمسك الفريسة أو تمزيق الفريسة رابعا الطيور الجاثمة والتي تشمل الأصفور والبلبل والغراب والتي تكون لها ثلاث أصابع أمامية بالإضافة إلى أصبع رابع خلفه تكون هذه الأصابع مصممة جيدا للإنحناع حول أغصان الأشجار تلائم أرجل هذه الطيور الوظيفة التي تقوم بها بالإضافة إلى ملائمتها للبيئة التي تعيش فيها هذه الطيور هذه الطيور تتميز بكون أن أغلب فترات حياتها تقضيها جاثمة على فروع الأشجار أو ممسكة بفروع الأشجار لذلك تسمى هذه الطيور باسم الطيور الجاثمة النوع الرابع من الطيور هي الطيور المتسلقة مثل البغبغاء ونقار الخشب تتميز أرجل هذه الطيور بكون الأصبع الثاني والثالث مدبب واتجاه هذه الأصابع يكون نحو الأمام بينما يكون الأصبع الأول والرابع مدبب وعكس اتجاه الأصابع الباقية يكونان متجهين نحو الخلف مما يساعد هذه الطيور على التسلق ممكن أن ينعيد هذه الأنواع مرة ثانية عزيز الطالب لغرض الفائدة أولا بعض الطيور مصممة أرجلها للركض أو الجري مثل النعام إذن طيور النعام تكون أرجلها مصممة للركض والجري الأرجل هنا تتميز بكونها طويلة وقوية أصبعين قصيرين ووسائد لينة يرتكز عليها الطائر أثناء المشي ثانيا الطيور السابحة مثل البط والوز والغديري أرجلها قصيرة ذات أربع أصابع ثلاثة منها من الأصابع الأربعة ثلاثة منها نحو الأمام تكون صفاقية والأصبع الرابع نحو الخلف الطيور الجارحة مثل النسر والسقر أصابع مقوسة والمخالب حادة تستعملها لمسك الفريسة وتمزيقها الطيور الجاثمة والطيور المتسلقة الطيور الجاثمة مثل أصفور ثلاث أصابع أمامية والأصبع الرابع خلفي الأصابع مصممة جيدا للإنحناع حول أخصان الأشجار طيور المتسلقة مثل البغبغاء نقار الخشب يكون الأصبع الثاني والثالث مدبب الاتجاه هذه الأصابع نحو الأمام والأصبع الأول والرابع مدبب بالإضافة إلى أنه يكون متجه نحو الخلف أعزائي طلبة الصف الرابع الألمي نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من مادة الأحياء لهذا الأسبوع نلتقيكم في درس جديد من دروس مادة الأحياء من تلفزيون الفضائية العراقية التربوية أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة